ربي شاهد عليها يا المغربة كان عندي والدي كاسول ما يقراش ولا اليوم طيارة في القرية الأساتذة حيرو فيها والتي تنقول لها حمك لقجع راجاي أي طير في طيارة والتي نقول لها لقجع دخل للداربكري يجري لأن في التلفزة ديانو كي نحلو التلفزة القوغي لقجع نطفوها نشعلو الراديو لقجع أنا كفشي كانت مريضة ومشيت للسبيتر قلت لها يا مالدان ديلي اللي التلفزة نتفرج بالتلفزة بالخرجة دي اللقجع يا وليت ندخل اليوتيوب ونرقب غيب اللات سيتي واحد ما يشوفني باش نتفرج فخدنا لمغاربة يا وليت نتفرج نشوف هذا اللقجع شكل هو اللي يخوفنا ركبونا في الدم دياننا اللقجع التلفزة كاملين فيها اللقجع اللقجع دو كان عيش فينا بلي والد ولا انا ولا وهاب ولا جمع الهن ما تقولش بلي دوك الطرف المغربي ويستفت لجزائر وحنا غلا متأطرين وده بس الناس يدون فيها صوت احنا غلا قلطان على بنسبالية ولي بدي بدي يا مصحابي لهنا شوني فرحانا نبدي ان تمي الى البلد اسمه جزائر كين ندفع على مبدأ مكشون ندفع على مبدأ اخواني كما سمعتون في المقدمة ديالفيديو على ما يبدو انه هاد موحلي لجل بلاتو سكران وبالفقعة ديالو يعني كيتكلم على المباراة ديالفريق النهضاري ديالابريكانية والانسحاب ديالاتحاد العاصمة من نصف نهائي كاسي لكم في درالية الافريقية بسبب القميص ديالفريق النهضاري ديالابريكانية ونحن مرفضنا اننا اللعبوا في المباراة ذيالذهب في بلادكم بسبب القميص اللي معترف به من طرفي الكاف واليوم جيتو احتال عدنا وبغيتو نحتحنا اننا نطبقوا القانون ديالكم ونطبقوا القرارات ديالكم اننا اللعبوا بقميص اخر غير القميص الرسمي ولي في الخريطة ديال المملكة المغربية من طنجة الغالية حتى القويرة على الاقل من جول البلاتو مجيو سكرانين المقديم ديالبرامج الاتحاد العاصمة عادنو اننا احنا نضروا اللي علاش هذا القميص كان علينا اننا نديروا اعتراض قبل المباراة ذي مع الاتحاد العاصمة العقل مني جات القرعة ومنين اه اهنا وطيحنا مع الاتحاد العاصمة الموحلل الاخر قال له او دي ما كناش عارفين باننا غادي انتلاقاوا معاهم ولكن بعض الموحللين الجزائرين كيقولوا باللي عن قصد احنا ديونا الخارطة في القميص يعني احتات اهنا وطلعنا وعرفنا ام انتلاقوا مع الاتحاد العاصمة يعني عندهم تناقض حتى في التحليلهم البعض واحد يتكلم في الشرق واحد يتكلم في الغرب يعني احنا كنقولوا هذا القميص ولا هذا توني ديالفريق انهضر ديالبركانيار يراه العبيه السنوات السابقة هوما على الاقل يرجعوا يبحتوا منه عامين ولا تلسنين يبحتوا لهذا القميص واش فعلا كان يلعبي هالفريق ولا ما كان يلعبيه واش هاد القميص هذا كان معتمد به من طرف الكاف السنوات الماضية ولا لا يعني دائما يمرروا مغرطات والحساسية ديالهم الكبيرة من هاد القميص علاش لي انه في الخريطة ديال المملكة المغربية من طنجة الغالية احتل قويرة كذلك ايضا مشاو كتكلموا عن الكأس العالم يالك اللاسي دي كأس العالم ما فيش خريطة ديال المغرب ديال افين وثلاثين راه المغرب ما غاديش يكمل معهم دقيقة احنا كنعرفوا الميل في المشترك اللي ما بين اسبانيا وكذلك والبرتغال كيما كتشاهدوا معنا راب الخريطة ديال المملكة المغربية كاملة كذلك ايضا في هالفيديو كيما كتشاهدوا معنا حاكم مغربي ان شاء الله مقرد الفيفا وبحث على الموضوع للخريطة اللي قلبي رأسكم مساكنوا فاقع رأسكم عليها تلاقى بان الحمد لله الخريطة ديال المغرب كاملة ومكمولة ولا نقاشة فيها